اشتركوا في القناة الآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تصريح كبير من مدرب ريال مادريد على المغربي إبراهيم دياز أشهد الإيطالي كارلو أنشيروتي مدرب ريال مادريد الإسباني بلاحب الفريق الدولي المغربي إبراهيم دياز على الأداء الذي قدمه خلال المباراة أمام غرناطا ضمن منافسة الدور الإسباني الممتاز للموسم الحالي وقال أنشيروتي في تصريح صعوفية كان إبراهيم دياز مدهلا كما حال كل لاعبين الجدد على الفريق ساعدنا كثيرا وأنا سعيد جدا يشار إلى أن دياز أبار خلال هذه المواجهة بإحرازه لهدفين لأول مرة بقميص الريال ما مكنه من رفع رصده من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 12 هدفا في 43 مباراة دون احتساب 6 تمررات حسمة يشار إلى أن مباراة ريال مدريد ضد فريق غرناطا قد انتهت لصالح الفريق الملكي بأربعة لصفر عجل ويستهام يقدم 25 مليون يورو لتعاقد مع نجم المنتخب المغربي جهاز نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي لكرة القدم عرضا بقيمة مالية انتصل إلى 25 مليون يورو لتعاقد مع الدولة المغربية يوصف أنصاري لاعب إشبيليا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وكشفت مصادر مهتمة بانتقالات اللاعبين أن اهتمام مسؤولي الفريق اللندوني يأتي في سياق تعزز خط الهجوم ما جعلهم يضعون في مفكرته منصاري واصفين أيها بالهدف الغازير حيث أحرز هذا الموسم 17 هدفا وبذلك يتصدر قائمة هدف إشبيليا للموسم الرياضي 2023-2024 يذكر أن ويستهام يونيتد الإنجليزي يلعب له حاليا الدولي المغربي نيف أكراد الذي غاب عن مبارية الفريق في الجولة الأخيرة من الدور الإنجليزي الممتاز والذي قد لا يواصل مسيرته الاحترافية معه بالنظر إلى كونه تلقى عروضا من فرنسا والخليج العربية وتحديدا من الدور السعودي للمحترفين مديري بو إشبيليا أنصر لاعب استثنائي ومهم للغاية للفريق لأنه ساهم في عودتنا للمصاري الصحيح عبر كيكي سانشاز فلوريس مديري بو إشبيليا عن إعجابه الكبير بالمسوية التي يقدمها الدولي المغربي يصف انصاري مع الفريق الأندلوسي هذا الموسم وقال كيكي في المؤتمر الصعفي التي تلهزم تفارقه أمام فياريال بتلت لإثنين في الدورة الإسبانية كنت دائما واضحا بخصوص انصاري إنه لاعب مهم للغاية لإشبيليا وتبع نملك لاعبين يتمركزون بشكل رائع ويضعون الكرة في منتصف المرمى وانصاري مهاجم منطقة بالفترة وهو لاعب رائع كما أنه أحرز هدفا جميلا أمام فياريال لقد كان استثنائيا وأتم حديثها إنه لاعب مهم جدا بالنسبة للفريق هذا الموسم افتقدنا لخدمة انصاري ففي خمس مباريات فزنا في واحدة فقط لكن عندما عاد عاد الفريق إلى المصاري الصحيح وهذا ما جعلنا نمتلك فريقا آخر ونجح انصاري في تسجيل هدفين في المباراة التي انهزم فيها فريقه أمام فياريال بثلاثة لإثنين علما أن المهاجم المغربي رفع رصده التهديفي مع فريقه الأندلسي هذا الموسم إلى خمسة عشر هدفا في الليجة على بعد خمس أهداف فقط من دوف بيك متصدر الترتيب الكعبي أمام صاري من الأفضل لقيادة هجوم المنتخب المغربي؟ سيكون وليد راقراكي مؤدرب منتخب المغرب في حيرة بشأن اختيار اللاعب الأفضل لقيادة هجوم أصود الأطلس في الفترة القادمة في ظل تألق التنائي أيوب الكعبي ويوسف انصاري ويعيش النجم المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني أفضل أيامه في القارة الأوروبية بعد تألقه اللافت في الدور اليوناني ومسابقة دور المؤتمر الأوروبي وخطف نجم أولمبياكوس صاحب الثلاثين عاما الأنظار من جميع المهاجمين في دور المؤتمر خاصة في الدور نصف النهائي أمام أستانفيل الإنجليزي الذي سجل في شبكه خمسة أهداف بين الدهاب والإياب ويهدد الكعبي مكانة مواطنه يصفنصير مهاجم إشبيلي الأسباني في منتخب المغرب الأول إذ سيكون المدير الفني وليد راقراكي أمام موقف صعب سيفرض عليه منح مهاجم الويداد البيضاء السابق فرصة كبرى والذي تألق هذا الموسم وبات الكعبي مطلوبا في الخط الهجوم لأصود الأطلس بأرقامه الكبيرة مع أولمبياكوس رغم أنه لم يقدم الكثير في المنتخب خلال المبارية الماضية وتتفوق أرقام الكعبي على أنصير مع الأنذية حيث أصبح مهاجم أولمبياكوس أول لعب إفريقي يسجل خمسة عشر هدفا في مصابقة أوروبية في موسم واحد عشرة أهداف في دور المؤتمر وخمسة في الدور الأوروبية كما سجل لعب الويداد الرياضي السابق خمسة عشر هدفا هذا الموسم في الدوري اليوناني في واحد وعشرين مباراة وهي أرقام تجعل منه هدفا مميزا في المصابقات الأوروبية هذا الموسم وفي المقابل سجل يوسف انصار خمسة عشر هدفا هذا الموسم بقمس إشبيل الإسباني في الليغا وهدفين في دور أبط الأوروبا كما سجل المهاجم المغربي هدفا في السوبر الأوروبي وأخر في كأس مالك إسبانيا ومن المنتظر أن يفرد الكعبي نفسه على تشكيلة منتخب المغرب في المباريات القادمة بتصفية الأفراقي المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 2026 ويتأهب منتخب المغرب للسئناف مشواره في تصفية قارة أفراقي المؤهل إلى نهائية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حين يلتقي مع منتخب زنبيا وذلك يوم الاثنين الموافقة للسادس من يونيو 2024 لرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفية الموديال رئيس الزمالك ننتظر أشيقاءنا المغرب إيابا وتشريفنا بحضورهما والأفضل من سيتوجب اللقب رحب حسين لبيب رئيس الزمالك المصري بالجماهير المغربية في لقاء العودة من نهاي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين فريقه وفريق نهضة بركان وانتهى الفصل الأول بانتصار نهضة بركان بهدفين مقابل هدفين وحيدين ليتأجل الحسن بين الطرفين إلى لقاء العودة في القاهرة الأسبوع القادم إن شاء الله وقال لبيب في تصريحات إعلامية ننتظر أهلنا في المغرب وتشريفنا بالحضور في القاهرة وأن تكون الأجواء مثالية مثل هنا فالقد كانت الضيافة رائعة ووصل مرحبا بالجماهير المغربية مرحبا بهم في بلدهم الثاني والنصر سيكون حليف من سيكون حظه كبيرا واختتم المباراة كانت عصيبة نهضة بركان لعبوا جيدا ولم نكن في المستوى في الشوط الأول ولكن تمكنوا من العودة في الفصل الثاني هذا وسيخدم ممثل الكرة الوطنية الفصل الثاني من المواجهة في القاهرة يوم الأحدى المقبل إن شاء الله على أرضية ملعب القاهرة الدولي اشتركوا في القناة